سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ يقول صاحب القصة اسمي ياسر وعمري 29 سنة قصتي تبدأ من وانا عمري 11 سنة كنت ولد العائلة غنية جدا وعندي هدف اني اجيب درجات عالية واصير طبيب زي ابويا في هذه السنة واول يوم في الدراسة انتقل لصفي طالب اسمه محمد محمد هذا شخص انطوائي جدا ودرجاته كانت جدا سيئة وكان شكله مبهذ المرة وحزنت عليه وقت الفسحة رحت عنده وسألته عن حاله وطلبت اني اجلس معاه انا من طبعي شخصية حنونة واحب اساعد الناس ولما بدأت اتكلم معاه سألته عن حياته فقال ان امه وابوه منفصلين وابوه تركه وتزوج وامه كمان تركته وراحت تتزوج وعايش عن جدته وجدته جدا قاسية عليه لان امه من قبيلة ثانية فما كانت طيقها فبالتالي حطت حرتها في المسكين يقول كنت انظف وغسل واطبخ فما كنت الحق اني ادرس ولا اهتم بدراستي عانيت كثير ما كانت جدة تجيب لي شي لا لبس لا مستلزمات دراسة وكنت لاحظ اختلاف معاملتها معايا ومع باقي احفادها لان اولادها تزوجوا من نفس القبيلة فكانت راضية عليهم وكانت تجيب لهم هدايا في الاعياد والمناسبات اما انا ولا فكرت تجيب لي حتى ابسط شي حزنت عليه مرة وقررت اني اساعده واصاحبه وصار اقرب لي من اخواني صار يجي عندي كثير لكن انا ولا مرة طلبت اني اروح عنده بعذر ان جدته مريضة دايما فصرت مرة بعد مرة اشوفه يسوي حركات غريبة مرة يفتح دولابي ويدور فيه ومرات الاحظ بعد ما يمشي انه فلوسي ناقصه استغربت قلت معقولة يسرقني وانا اللي فتحت له بيتي وحياتي كنت اطنش وقلت شكله محتاج للفلوس ومن حرج انه يطلب مني بعد فترة صرت اشوفه يرش اشياء بغرفتي وما فهمت ليش صرت اقلل علاقتي معاه الين ما حلمت حلم انه كان يطعني بسكينة سادة بعدها قطعت علاقتي في نهائيا مرت السنين دخلت الثانوي واهملت دراستي بسبب علم في البطن متواصل وشديد كنت اتعب بسبب كثير واروح المستشفى اكثر تعبت صحتي مرة وتدنى مستواي الدراسي الرشت بمعدل منخفض جدا واهلي خابضنهم فيني وقاطعوني لا تنسا تشتركن في قناتي على اليوتيبرون واحسابي في التيكتوكرون اندرسكار تسعين تسعين نكمل وصار علم بطني يزيد اكثر رحت للمستشفى وانا مصمم اني اسوي فحص دقيق جدا وبالفعل طلع عندي ورن خبيف على الكبد وكان حجمه مبالغ فيه وكان لونه اسود دخلوني العمليات مباشرة سويت العملية وللأسف العملية ما نجحت والدكتور قال هادي الحالة اول مرة تمر عليها وما بيدنا شي نسويه مع الاسف تعايشت مع وضعي وقالمي ومرت السنين ورسبت بالجامعة وقررت اني اتوظف بالجيش وعمري 24 سنة وقتها فكرت اني اتزوج وكل مرة اتقدم الوحدة ترفضني من غير ما تشوفني تقدمت لـ 22 بنت وكلهم رفضوني رحت عند شيخ يقرأ عليا وقال لي انت مسحور يا ولدي بسحر اسود صار عندي اكتئاب ونوبات هلع عانيت وتعبت صار عمري 26 سنة وخطر على بالي محمد صاحبي القديم قلت اكيد انه بيساعدني عشان اتخلص من ذا الاكتئاب رحت على بيت جدته حسب وصف البيت جدته زمان رحت ولقيت البيت مهجور ومكسر وسألتي الجيران قالوا ان الجدة ماتت وان محمد اشترى بيت واعطاني العنوان رحت للعنوان ودقيت الباب اول ما فتح لي الباب انصدم وقال هذا انت وصار يبكي ويحضني انا مستغربش السالفة وهو مستمر يحضني ويبكي ويقول سامحني سامحني دخلت جوا استقبلني وضيفني وهو عينه في الارض وبس يبكي قال سامحني يا ياسر انا سويت شي دمر حياتك الشي هذا سويته من زمان وما عرفت كيف صارحك وكنت اهرب من تأنيب الضمير لكني ما قدرت صرت اسألة وانا مستغرب يا ولد ايش فيه قال انا سبب تعبك انا سبب تدمير مستقبلك انا سويت السحر الاسود وحطيته في غرفتك انا تجمدت بمكاني قلت انا جاي عندك عشان تساعدني اني اخرج من الاكتئاب عشان اشاركك همي وتساعدني زي ما ساعدتك اخر شي تطلع عند سبب دمار حياتي كلها ليش هذا جزات اني ساعدتك فتحت لك بيتي وحياتي رغم اني اعرف انك كنت سرق من فلوسي لكني كنت اسكت لاني اعرف انك محتاجها رغم اني كنت اشوف اغراضي تختفي وتنقص لكن كنت اقول عادي حلالك اهم شي انك ما تحتاج شي كيف تقدر تسوي شي زي كذا الشخص فتح لك قلبه وبيته قال كنت اكرهك كره اشوف كيف انت في بيت واهل يحبونك ويعطونك اللي تبغاه وانا كل شي عليا بالحسرة كنت اموت مع نفسي لما ادخل غرفتك واشوفها باحسن الاثاث ودولابك كل شوية في ملابس جديدة ومحفظتك فيها فلوس ما تنتهي وانا اللبس الواحد يعيش معايا سنين اليما يتقطع وما يجيني ولا فلسلة بالحسرة لا ام ولا اب كلهم شافوا حياتهم وخلوني سابوني عن جدة ما رحمتني وانت متهني وسط اهلك كنت اشوف الحياة ما هي عادلة ليش تعطيك وتحرمني شافتني جدتي مرة اني اكتب عنك بمذكراتي وشافت الحقد الكبير اللي بداخلي اتجاهك جدت وسألتني عنك وعن اهلك ولما قلت لها قالت انا عندي فكرة رح تدمره وتدمر حياته وتخليها اسوأ منك كمان علمتني على السحر الاسود ودلتني على الشخص اللي يسويه ورحت وانا معايا ملابسك وخلتني اسويه وطلبني اني ارش في غرفتك وهذا الشيء الفاية اني يدمر حياتك اعماني لحسد وقتها وسويت كل هذا عشان اشوفك تعيش حزين زي سامحني انا صرت اديع علي وانهرت وانا ابكي تصرخ بوجهه وقل لها انت مرفتني بسبب قلبك الاسود دمر دراستي وحياتي حتى زواجي ماني متوفق باي شي وعمرا ما جاف بالي انه سحر صرت مريض نفسي وجسدي بسببك ليش؟ قال انا اسف انا مستعد الحين انروح لنفس الشخص اللي يسوي السحر الاسود ونخليه فك السحر كت عنا بس عشان نعرف مكان السحر دلني على مكانه وروحنا اخذناه ووديناه لشيخ كالسحر الحمد لله حسيت بنفس اللحظة اني شربت موية باردة بعد سنين من المشي تحت الشمس والحر والجفاف حاجة غسلت قلبي من جوه دعيت عليه وقتها وارسلت له كلام طويل اتحسب عليه وادعي عليه ان حياتها تدمر مثل ما دمر لي حياتي وما سحته من حياتي تماما راجعت بعد كم شهر المستشفى وانصدم الدكتور ان الورم اختفى تماما وصار متعجب ويسألني كيف وان حالتي كانت خلاص في الاخير حكيت له القصة تزوجت بعدها بفترة ببنت جميلة وخلوقة جدا احمد ربي عليها رجعت للجامعة بعدها عشان احقق حلمي اني اصير طبيب نفس ابويا حتى لو كبر عمري لكني انا ان ولدت الان واعتبر نفسي ما عشت السنين اللي راحت هذه ادرس طب الان وعندي توأم بنت ولد الحمد اللي على حياتي من احلى ما يكون دعواتكم احقق حلمي وحلم اهلي واصير طبيب ونصيحة احذروا 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 من الثقة لا تعطونها لأي احد مو كل احد تساعدة تكون نفسه عليه سليمة ساعد الناس لكن بحذر لا تدخلهم حياتك وتفاصيلها انتهت القصة الرأي الشخصي يعني جدته ماتت وان شاء الله بتلاقي حسابها يعني لو تلاحظ ان اللي عرف على السحر هو جدته وقتها كان عمره 11 سنة شي عور القلب عوذ بالله وانا مستغربة منك انت يا صاحب القصة معقولة بعد ما كبرت ما تذكرت ان رش شي بورفتك او حط حاجة بورفتك وما لومك الشي اللي صار معاك يخليك تنسى حتى اسمك كفاية المرض الجسدي والنفسي كلها هذي التعب الواحد لكن الحمد لله 26 سنة لسه صغير وان شاء الله تحقك حلمك وتصير طبيب وهلك يفتخرون فيك وبس الهيني كو وصلنا نهاية فيديو اليوم اذا جابكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللايك اشتركوا في القناة موقع التواصل حق الاتحات في الديسكريبشن كم معاكم رون سلام